قال الرئيس الأوكرانيو فلادومير زيلانسكيا اليوم أو أمس إن قوات بلادي حققت تقدما كبيرا وسريعا ضد القوات الروسية مع استعادة عشرات البلدات في جنوب وشرق البلاد وضف زيلانسكيا الجيش الأوكراني يتقدم بشكل سريع وقوي حيث تم استعادة عشرات المراكز السكانية في مناطق خيرسون وخاركيفة ولوغانسك وادونتسك ومن الجانب الآخر اثرت روسيا مؤخرا إلى سحب الألاف من جنودها لمنع تعرضون للحصارة في بلدة ليمان بشرق أوكرانيا